إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتمتن عليه ونعوذ بالله نشهر أنفسنا من سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقط رشدا واهتدا وسبك منهاجا قويما وسبيا رشدا ومن عصد الله ورسوله فقط روا واهتدا وحادع الطريق الهدى ولا نقر إلا نفسه ولا نقر محبا وأشهد الله إلى عكم الله ورحمه لا شريكا إلى حواهك ورحمه شاهدا ورحمه مسلمون وأشهد من سيدنا ونبيانا ومبرئانا محمد العبد الله ورسوله رسول امتعطه الله على كهي لفترة من المصر ففتح به إلى عمر العمياء وآذان السماء وقلوب الملفاء ولم ينفذ الله إليه حتى تركنا على المحجة الفيضاء وعلى الشريفة الواقحة الغراء ليلها وكانها لها لا يزال عنها إلا هال اللهم صلِّ وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحاباته الغربانيين أما أعلم الله إننا نعيش في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الفضير شهر ربيعي الأول آمي للآمام فإننا نتبقى مولي أخير سيدي أنا لقد بد الله على المؤمنين إن بعد فيه مرسولا من نفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلنهم الكتاب والحكرة وإن كانوا يمطرون في ضلال البنين إنه بدل نيسو الله عليه وسلم لا يُعطينا ترصم في الأمل وثقة إلا فضلال الجحل والجهالة والإنخلال والضلال نهنش دفق الجهر من الله ذات ونهن ماتت بالأمة الضرور وتقابرت بها الضرور فالفتح من الله قليل والعالم من النصر رصير كما أن ذلك لا مورده عليه الصلاة والسلام لا تُعطينا ترصم في الثمات على الحق ورسوح البداء فهي يتذكي ونائم بسير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقد بدأ المسطفى صلى الله عليه وسلم بالدعوة الحق وهينا يوم أنبعه الله في مجدعي من الرسل قبله فقل لهم واجأوا النهات والشبياء فقدمتوا وصفروا فجاء الله معهم حافظاً وناصراً يقول كولا سبحانه وتعالى ولقد قلذبت رسول من قبله فصفروا على ما نذبوا وقودوا حتى أتاهم رسولاً ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءت عن نباء المرصرين لأن صار على نهج المرصرين المؤمنون الصادقون فكانوا ثابتين على إيمانه لا يشك عندهم ولا امترى راسخين من أدادهم راسخين من أبادهم لا يتنازل فيها ولا تقادل محوة الإيمان نتعلم ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم ضرصاً عظيما فحوى أبنى الإيمان هو سبب للنص والتنكين إن النظر إلى حال العرب قبل ولادة قلبة الإسلام فيه إلا يرى أن من أحرارتهم لهذا ضرب من الخيال فأرضهم قاحرة وقبائلهم متماحرة وصناتهم مزقة وضلالاتهم كثيرة لكنهم بعد أن مزغ فيهم مرهينا وارتعفت فيهم راية التوحيل كوروا في سنوات قليلة دولة راسعة الأركاء وبروا بعد ذلك حرارة المدينة المريان فأي أسلام الحرارة حازوا وبأي عوالي من قي فازوا ليكون له بذلك النص والتنكين إنه الإيمان الصالب بله الذي أراده الله سبحانه وتعالى من ربادهم مني يا أخوة الإيمان إن النصر حريف الإيمان والعزقة قليلتنا واعلموا رحمه الله أنه بعد الإيمان الصالب بله يأتي الاتحاد والإخاء فهما حسوا لأساسها في قيام المجتمعات وبناء الغمم فهما لا تقرب والحقارات لا تفسس إلا بتمسك أغراضها واتحاد أبلابها وهذا ما كان عليه وهذا ما كان عليه هذا الرعيم الأول في أول مجتمع المسلم يضمه بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم فقلوا أيها الأخوة المؤمنون قلوا إيمانكم وحدتكم واجعل الإيمان منطلقكم إلى الرحبة والعزة والوحدة سبيلكم إلى البناء والتنكين وليل نسكرنا الله من ينصر إن الله القوير العزيز أقولوا ما تسمعون واستغفر الله أبنوا لكم واستغفر وتجدكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المنتقين ولا يعدبانا إلا على الظالمين وأشهد لنا من الحبيب الله وليل صالحين وأشهد لنا سيدنا ونبينا وحبدا إلاه الأنبياء والوصليين اللهم فصل وسلم عليه وعلاه القيبين الطاهرين وصحابته الغرب يامين يقول المولى سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من نفسكم عزيز عليه إذا عميتم حريص عليكم الأمين العروف الرحيم لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجرب الناس كفا وأستغفى الناس لحجا وأغفاهم ذينا وألاهم عليها وأكرامهم عشية مرهاهم ببيهة هابة ومن خالهم معرفة أحبا فكان حبه في قلوب المنين حبا عظيما فما حبة النبي صلى الله عليه وسلم دين مع عقيدة وتأسل واتداء ونفتقى النبي صلى الله عليه وسلم لا نرى أحدهم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس الأجمعين أيها النفة المؤمنون فإن نترجم حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا وعملا فلا يسرح حبناه صلى الله عليه وسلم إلا بذلك واجعلوا من سينته من هجب لكم وقدوة معلمها أولادكم وعبئوا بها وجارسكم حسن تكونوا بعد ذلك ممن أحب فصلا وتأسى فباه لقد جاء لكم في رسول الله إنسان الحسن لمن كان نرخ الله ونرخ ونرخ الله كثيرا هذا وأكلم من الصلاة والسلام على رسول الله فإن الله الرحمة المهدى والنعمة المزدى في كل خير وصل إلينا ويصير ما أصر الرحمن هم يرسله من رحمة تصعف وتنزله في ملكة الله وملكه من كل ما يختص ويشمله إلا وطاء المستقال بيه وحبيبه المجدبى والمبصر وصفة الجيهة والعصر لها يعلم هذا كل من يعكمه والله مش عجبنا هذا جبعا معكومة واعتبر القناة من بعده تقرقها سالما معصوبا ولا تدعي اللهم فينا ولا معنا ولا عندنا شقين ولا محرورا اللهم أحكم إلينا الإله وزينه في مره بنا وكره إلينا الكفر والفسق واللسياء واجعنا من الراجدين اللهم نول من لنا قلوبنا واستعمل بطاعتك وبدالنا وخلص من الفتاة من صمارنا واشغل من الجبال أفكارنا وقلنا شورا وسأمس الشيطان واجرنا من مجار عبدال حتى لا يكون له علينا سلطان اللهم إلنا لا تنب في ما بيننا وبينك والله ترجي ما بيننا وبين حقك اللهم ما كان منها لك فر في الهلاء وما كان منها بحقك فتحمله عنا من جمودك وقربك يا أكرم الأكرمين اللهم امدلنا الفساد بالصلاح وخسران بالأرباح وعاملنا بالفضل والسماء يارى من مدل نوره كمشتاج فيها مصباح اللهم انصر الوالي للصفر في أخي فلسطين اللهم كلهم ملين ونصيرا اللهم امدهم بمدد بالليل اللهم امدهم بجنود بالعين اللهم اجمع شهدهم اللهم رحي صفهم اللهم رحي دائمتهم اللهم اجعلهم يد الواحدة على من سواء اللهم عليك بليخد راصدين غيرهم لا يعجزونك اللهم ألنا فيهم طفلتك يا رب العالمين اللهم اجعله يوم عليهم اسود كيوم بعاجل وتمور ربنا اتنا بك يا حسن وفينا دخلت حسنة وفينا عداد النار إن الله يرم بالعذر والإخسان وإيتيار للقربة ويبهر المحشان والمكب والبغي يعلم كل عليكم تذكرون واصلي والسلام على سيدنا محمد الخاتف النبي وإمام المصرين والحمد بالله رب العالمين اشتركوا في القناة